النهاردة النادي الأهلي طلع بيان أن الجهاز الفني قرر معاقبة أفشل والموضوع ليه تسلسل كده ابتدى وابتدت أن الناس كتير تتكلم فيه وده الأول هبدأ بالقرار اللي طلع النهاردة من النادي الأهلي قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي توقيع غرامة مالية على اللعب محمد مجد أفشل وفقا لللاقاح طبعا الناس خدت الخبر ده ورأت واخدها على الستوري أفشل كان نزل ستوري وخدوا النهارة التعامل مع السوشال ميديا ولكن أنا بأكد لكم أن عقوبة أفشل بسبب ضربة الجزاء عقوبة أفشل بسبب أنه هو راجل مش عشان ضيع ضربة الجزاء أي لعيب في الدنيا ممكن دعا ضربة الجزاء ضربة الجزاء وانتوا هو شوف تركس العالم إيه اللي حصل إنبارا ولكن النهاردة فيه التزام بترتيب اللعيبة المفروض علي معلول آيا كان القصة الراجل كولر يعني كان زعلان جدا وهو قال كده وأكد الكلام ده في المؤتمر الصحفي والنهاردة القرار طالع خلي بالكو عشان ما حدش يخدكو في حتة بتلستوريك وطل الإنستجرام لأول مرة لأول مرة يبقى خارج قرار بمعاقبة لاعب ويتم الإعلان أن القرار هو قرار الجهاز الفني الجهاز الفني هو الأول مرة في النادي الأهلي يعني ودايما القرارات بتطلع في النادي الأهلي بالمعاقبة بتبقى لو حاجة ليه علاقة بالسوشال ميديا أو حاجة ليه علاقة بالكلام ده كله بتبقى قرارات إدارية مش مالهاش علاقة بالجهاز الفني وجبوا لي يا شباب قرارات ممثلة قبل كده عمر الجهاز الفني تحط في جملة مفيدة لكن النهاردة طالع أن الجهاز الفني هو جهاز الفني يعني اللي هو مين اللي هو كولر يعني حالات ممثلة قبل كده عقوبة مالية مغلزة على حسام عشور بصوا بقى الصيغة هتلاقي أن كابتن سيد عبد الحفيز هو اللي وقع العقوبة يبقى دي عقوبة إدارية فيه بقى مشاهد ممثلة كتير إنما النهاردة طلع البيان واضح أن القرار الجهاز الفني هو اللي بيعاقب أفشا يبقى الموضوع ليه علاقة بإيه ليه علاقة بالكورة هو مثلا أنت هو عبد الحفيز غرامة مالية كبيرة على حسام غالي دي عقوبة إدارية واضحة أن طلع من مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز أو غرامة مالية أنا بجيب لك هو إيه مواقف يعني إيه أو مشاهد صبقة ممثلة إنما النهاردة الموضوع لا يوجد علاقة بالسطوري ولا بتاع الموضوع الموضوع زي ما نرى فينا وحتى النجوم الكبار النادي الأهلي إذا ما بيكون فيه عقوبة بيقول إن عقوبة دي العقوبة الإدارية إنما النهاردة عقوبة بالجهاز الفني بقى الموضوع اللقب إيه بضربة الجزاء طيب هل ضربة الجزاء التاني قلت لكم مش موضوع إن أقفش ضربة الجزاء أي حد مفروض ضربة الجزاء كالراجل الراجل يعني دخل شاط وخد الكورة وده بيحط على فكرة اللعيب بيحط اللعيب اللي أصلا هو بقى النمرة واحد في ضربة الجزاء بيحطوا في موقف صعب جدا جدا ليه؟ لأنت النهاردة لما بيجي ضربة الجزاء الكورة بتقول لو أنت بقى بتلعب في سيستم لو أنت بتلعب في سيستم الكورة بتقول إن المدرب قايل نمرة واحد فلان المدرب قايل نمرة واحد فلان فلان ده لازم تتنفذ ما تمسكش الكورة أبدا أبدا ما تقربش منها ده ده قانون ليه؟ بتحط اللعيب اللي المفروض أصلا شوط ضربة الجزاء في حرك كبير لأنه هو النهاردة انت خلصت تمسكت الكورة لو كاد الكورة منك انت كده حطيته في ضغط كبير جدا حطيته في ضغط كبير جدا وهو ده اللي زعل الكولر هو ده اللي زعل الكولر إن الراجل أفشا خرق برا السيستم اللي هو حطه الراجل كل ماتشا حطيت نمرة واحد كذا نمرة زي ما المدربين كلهم بيعملوا وفيش مدرب خلاص أجاب عشغال في الكورة إيه بيمماشي بمعضوها هلهلي لو جاد ضرب الجزاء زي زمان كان يقولك إيه اللي حاسس إنه هو في يخش شوتها فتلاقي تأتي اربعة لأيوة بتخنوها بقى بقى تاك برا إنه ده لك في سيستم فرق هو ده اللي بزع الكولر هو ده اللي مزع الكولر وهو ده اللي مخلي القصة أنا بقى نصحتي لأفشا لو بكلم بأفشا انسى موضوع تجديد العقدة أفشا وانسى موضوع الفلوس ومين بياخد كام وأصلا أنت راجل لسه عندك أدفع عدك سنتين سنتين أنت بقى لك سنة أفشا معلش محترامي أدائك لا يؤهلك للمشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي ولا للضمام لمنتخب مصر فالك سنة تقريبا فالنهاردة انت اجبر الناس إن هي اللي تجدد لك وهي اللي تبقى عايزة بتجري وراك إن هي تجدد لك وتبقى فيها أولى وتبقى أعلى من الناس كلها بالملعب بالملعب يا أفشا مش بالبحث عن عروض وإن الوكيل بتاعي بيوزع في الإعلام إن أنا جايلي عرض من السعودية وعرض من سلتيك الإسكوتلندي وإن أنا كذا صدقني والله الأمور في الكرة ما بتمشيش كده أنا عارف إن أنت في ناس ممكن يبقى حواليك ورسالتي مش لأفشا بس لكل اللعيبة لكن أنا بقولها في أفشا إن أنا أضغط على النادي بتاعي أفشا نقص له أدائك مع سنتين تقريباً صح؟ سنتين ونص سنتين سنتين ونص لسه بدري يقع على الكلام ده إن كان أنت بتحكم إنسة ما تخليش حد يلعب في دماغك إن أنت أنا بأخد كام وهو بأخد كام طب أنا ليه طب أنا أحق أصل فلان بأخد طب أنت بتحسبش الحزبة دي أحسب الحزبة أحسب الحزبة اسمها كلامي بقى كأخ أكبر وعايز تسمع كلامي أحسب الحزبة إن أنا راجل بلعب في نادي معظم لعيبة مصر تتمنى أنها تلعب فيه صح؟ فأنا في مكان حل كويس أحمد ربنا واشتغل وموت نفسي عشان خطر أحافظ على المكان ده وخلي الملعب وأدائي هو اللي يجبر مسؤولين الأهل اللي هما يجروا ورايا يجددوني بخمستاشر وبعشرين وأبقى فيها أقولة وأبقى أعلى من الناس بإيه بكرتي واللعب